اشتركوا في القناة وهي منزل للثبات والربح والسلامة رح يظل القمر فيها من بعد بث الحلقة مدة ساعتين ونص يعني لغاية الساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه هي فترة ساعات فقط وبعدين القمر رح ينتقل من مساء اليوم الجمعة في ساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج لمنزلة ساعة دي الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا موعد بث الحلقة معروف أنه بحلقة الأمس احنا حكينا أنه في فترة خلو المسار خلو المسار هذا مستمر يعني ما زال القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج القوس لساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر رح ينتقل ويصير موجود في برج الجدي فعشان هيك الساعتين ونص دول أنتو لحالكم بتعرفوا أنه هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي شيء جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي ليلة الجمعة على السبت القمر بيكون انتقل وصار بالجدي عشان هيك رح نحكي توقعاتنا أنه انتقل بشكل كامل للجدي وما رح نذكر وجوده ببرج القوس القمر لما ينتقل لبرج دائما بأخذ من صفات البرج وهي الصفات بتأثر على جميع الأبرج فعشان هيك بما أنه القمر هينتقل للجدي فمعناته إحنا بفترة وجوده بالجدي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو أعمل تجديد عقد تأمين أو عمل عقد تأمين برضو الفترة هاي مناسبة في أمر كثير من الإخوة بعثولي بسألوني عنه إنه هاي صار في بين روسيا وبين أوكرانيا وإنتي احتدمت الأمور ومش عارف إيش وإنتي محكيتش عن هذا الموضوع أو معلقتش وشو الزوايا اللي عملت هذا الإشي أول إشي أنا ما علقت على الموضوع يعني تركت الترهات والكلام الفاضي والناس والقنوات الثانية تحكي مثل ما بدها خصوصا الناس الجاهلة في علم الفلاك أنا بدي أرجعكم لحلقة اللي هي حلقة انتقال المريخ لبرج الجديد في هاي الحلقة حكيت أنه في زاوية اقتران سلبية رح تتشكل دروتها يوم ثلاثة ثلاثة وهي الزاوية ما بين المريخ وما بين بلوتو وهي زاوية خطيرة جدا ورح تستمر حتى يوم ستة ثلاثة طبعا أنا في حلقة المريخ مع بلوتو يعني في حلقة المريخ مع الانتقال لبرج الجديد قولت أن التأثيرات الحامية جدا لهذه الزاوية هي من يوم ثمانية وعشرين اثنين لا يوم ستة ثلاثة المهم أنا لما بذكر هاي الزاوية لما بقول أنا من ثمانية وعشرين اثنين لغاية ستة ثلاثة هاي ذروة وأقوى فترة بتكون تأثيرات للزاوية يعني دائما لما بذكر من تاريخ كذا لتاريخ كذا هي أكثر تأثيرات الآن هاي الزاوية مش بهذا الوقت هي بتتشكل هي قبل بخمس أيام أو ست أيام أو سبع أيام تبدأ تتشكل بزاوية اسمها زاوية منفصلة يعني زاوية اقتران منفصلة عادة كل كوكبين بيختلفوا عن بعض هاي زاوية الاقتران عادة ما بين المريخ وما بين بلوتو بتبلش تأثيراتها يبل بسبع درجات وبعد بسبع درجات من زاوية الاقتران يعني انت قاعد بتحكي بأربعة عشر درجة يعني عشرية ونص تقريبا بتبلش تأثيراتها فأنا لما باجي بعطي التأثيرات الحامية زي ما بنحكي بعطيها بأربعة درجات ثلاث درجات قبل وبعد على أساس انه هاي دروتها هاي قوة الخطر اللي بيكون موجود من هاي زاوية في هاي الفترة الآن لما بصير قبلها أو بصير بعدها هي أساسا الزاوية بتكون مشكلة بس أنا ما بقدر أني أظني أحكي زاوية تأثير على سبع درجات لسبع درجات أربعة عشر درجة أمر مش سهل عشان هيك دائما أنا بحكي الذروة بتاعت الزاوية فقط لا غير فاللي بدو يتأكد من المعلومات المعلومات موجودة في حلقة انتقال المريخ لبرج الجدي هنا هاي زاوية لما حكينا عنها قلنا إنه هاي زاوية بالدل أو لها دلالة على المشاحنات والعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتلو هذا الاتصال بتلو يعني لسه بعد هاي الذروة اللي أنا حكيت عنها من ثمانية وعشرين لغاية ستة ثلاثة تعتبر هاي ذروتها يعني لسه الأمر مستمر وفيه حدية موجودة في هاي المكان بتدل كذلك على إنه هاي الفترة بتشهد اضرابات للعمال وممكن ترفقها أعمال شغب أو حوادث عنف كما إنه هاي الفترة بتشهد مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وبرضو بتدل على ازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلاب عسكري أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهاب أو تفجيرات أو حرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل والحرائق والحرائق الغابات هاي كل تأثيرات هاي الزاوية دائماً ومذكرها نفسها لما بصير اقتران أو تربيع ما بين هدول الكوكبين منحكي نفس اللي أنا ذكرته الآن بعيده النفس ليش لأنه هاي زاوية مش أنا اللي بألفها هي زاوية مع استمرارية الحياة على مدى ألفين سنة وأكثر من هيك وهم بشوفوا لما المريخ بشكل هاي الزاوية بيصير هاي الأحداث أو بعض هاي الأحداث خلينا نكمل برضو باقي الزاوية بداية تأثير زاوية التسديس الإيجابية بين المريخ وبين نبتون وحكينا أنه هاي اليوم آخر يوم لإلها الزاوية هاي هاي بتخلي عنا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خدعنا وكمان هاي بتدفعنا لحب المغامرة وتحمص لفكرة وممكن نحقق إنجاز علمي أو عملي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين أورانس وبرضو هاي لها علاقة بالوضع اللي صار اللي طبعا حكينا أنه هاي زاوية مستمرة وتأثيراتها راح تضل يوم 27 وهي تأثيراتها يعني ذروتها كان يوم 25 وهي أساسا بلشت تأثيراتها من يوم تقريبا 22 فعشان هيك هاي برضو إلها علاقة بالتفجيرات وحالات العنر بتصيبنا حالة من التشتت الفكري بسبب هاي الزاوية وعدم تركيز وبيصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل بتخلينا عصبي المزاج ومنرتكب الأخطاء ومنتهور وهاي برضو فترة غير صالحة للشركات لا تعتمدوا على الحدث فيها بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وهاي الفترة بتشهد احتجاجات ومظاهرات للحريات النقابية احتمال وقوع احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل وممكن تشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وبتعرض بعض الرجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 27 اثنين بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين المشتري وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 5 ثلاث بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين المريخ ومعنى ممتزجة حكينا هي خليط بين السعادة والنحوسة في نفس الوقت وهاي مستمر تأثيراتها لغاية يوم 17 ثلاث بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما العلاقات الفاشلة او الضعيفة اكثر المتضررين فيها المتزوجون لانها تخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بالنسبة لزاوية اللي اليوم رح تشكل اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في دمام ساعة 5 و 9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها رح تستمر معنا لغاية ساعات العصر نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليف ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 40 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني هاي بتأخذ من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء تأثيراتها طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 23 و 43 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني باي الزاوية بتخلينا بما انها من ساعات العصر برضو تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية زي ما لاحظنا انه كل زوايا الثلاث زوايا اللي رح تتشكل اليوم هي زوايا ايجابية معناة القمر رح يكون سعيد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون اكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية يعني اذا شعرنا باي شيء غير اعتيادي او الام فيها لازم اخذ العلاج المناسب الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة والجلد والشعر والجلد والشعر معناته التجميل اللي يعلو علاقة بالحقن زي البوتوكس والشغلات اللي زي هيك لا يصلح خلال هذا اليوم والشعر اللي هو قص العلاج للشعر التالف لا يصلح برضو خلال هذا اليوم وبرضو الاتحال وجهاز التوازن بالنسبة للعمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل أنه الواحد يعمل عمليات جراحية خلال هذا اليوم طبعا زي ما حكينا أنه غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والأمور اللي إلها علاقة بالشعر ولكن الجراحة ما فيه أي مشاكل يصلح لإزالة الشعر الزائد طبعا لا يصلح للقص الشعر التجميلي والصبع ولكن أنا ما بفضل الصبغ لأنه مواد كيموية لو حنا ماشي أوكي يصلح برضو لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما فيه أي مشاكل اليوم بالعكس الوقت مناسب جدا بما أنه القمر رح يكون موجود في برج الجدي أو الآن في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد سبعة وعشرين اثنين بيبدأ فيه تمام الساعة ثنتين وتسعة واربعين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وخمس وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال خمس وعشرين يوم فيه تمام الساعة واحدة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة اليوم سعيدة بنسبة خمس وثمانين في المية القمر في الجدي حتى يوم سبعة وعشرين اثنين سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحود حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحود حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% إبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه اليوم ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك وتظهر مهارتك ممكن تكون الظروف شوي معقدة وصعبة وإنت طباعك وأفكارك شوي مشتتة وعصبي نتيجة الغضب والإضطراب فعشان هيك بدك تنتبه اليوم برج الثور بتنشطوا اليوم في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أهم هي أنك لا تتشبث بمواقف متصلبة بل تكون مرن ومبتسم وناقش بليونة ودبلوماسية تتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي وهذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ أعصابك على الآخر وما تنفعل لأن القمر موجود مقابلك تماما وهو بيضعف طاقتك وبخليك الحلقة الأضعف خلال هذا اليوم برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك انتوا قادرون على قادرون على إنجاز قسم كبير منه لا تهملوا صحتكم هذه فترة تعتبر للعمل جيدة حاول أنك تكون أكثر انضبات وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد برج العذرة بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئات سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن شوي بعضكو يندم على بعض تصرفاته الأخيرة شوي إذا كان أسال أشخاص أو جرحهم وبدو يتراجع اليوم مناسب للتراجع حاول ترتيب الأمور بشكل جيد فترى بناءة وإيجابية وفيها كثير من الحظوظ برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم ممكن تبدو مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء وممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة فعشان هيك بدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الأحباء يعني ممكن يكون عندك بعض الانشغلات أو الأعمال المنزلية برج العقرب بتكثر برج القوس برج القوس أو على دعم وبرضو ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم شيئك ما تتكبر وما تأخذ على حالك كثير يعني أنه ما بدك تتنازل إذا كانت لمصلحتك أخط الخطوة الكواكب بتعمل لصالحك اليوم بتسهل عليك كثير من الأمور عشان هيك لا تسمح لأي شخص بأنه يغشك حاول أنك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجديد بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تجدوا أي شيء جديد اليوم أو تبحثوا عن أمر مميز الأجواء جيدة ودعم لكم في هذه الأمور فاليوم بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من أثر فترات الشهر تقدر تدخل التنويع على حياتك الشخصية في هاي الفترة أو هذا اليوم في انفراج وتسويات برج الدلو طبعا بالنسبة للدلو القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة إذا ما عندكو أعمل هاي فترة شوي محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء هذا الشهر بسلام لأنه ممكن تواجه بعض الضغطات أو العراقيل أو الامتحانات الصعبة كما أنه ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر إذا ما كنت واعي لأي خطوة بتتخذها أهم شيء أنه اليوم ما في داعي للتسرع راجع قراراتك والأحداث برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حشد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمسوا للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك لا إلك الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية فحاول إنك تستغلها لإنجاز كل الأشياء المهمة قبل وصول القمر لبرج الدلو اللي هو بيت متعبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء